وفي منتصف شهرا محرم من سنة 56 و 656 هجري نزل هولوكا بنفسها على باب بغداد وفي يوم وليلة بنى المغول بالجانب الشرقي سيبا أعني سورا عالية وبنى بوقاتيمور وسنجاق ونوين وباي جونوين بالجانب الغربي كذلك أيضا بنوا سيبا أو سورا عالية وحفروا خندقة عميقة داخل السيب ونصبوا المنجنيقات بأزاء سور بغداد من جميع الجوانب ورتبوا العرادات وآلات النفط وكان بدء القتال الثاني وعشرين محرم فلما عائن الخليفة العجز في نفسه والخذلان من أصحابه أرسل صاحب ديوانه وبن درنوش إلى خدمة هولوكا ومعهم تحف نزره قالوا ان سيرنا الكثير يقول قد هلعوا وجزعوا كثيرا فقال هولوكا لما ما جاءت دويدار وسليمان شاه فسير الخليفة الوزير العلقمي وقال انت طلبت أحد الثلاثة وها أنا قد سيرت اليك الوزير وهو أكبرهم فأجاب هولوكا انني لما كنت مقيما بنواحي همذان طلبت أحد الثلاثة والآن لم أقنع بواحد واشتد القتال على بغداد من جميع الجوانب ثم ملك المغول الأسوار وأمر هولوكا يخرج إليه دويدار وسليمان شاه وأما الخليفة إن اختار الخروج فليخرج وإلا فليلزم مكانه فخرج الدويدار وسليمان شاه ومعهما جماعة من الأكابر وعامة أهل بغداد أرسلوا شرف الدين المراغي وشهاب الدين الزنكاني ليأخذ لهم الأمان لاحظ أرسلوا من؟ أرسلوا المراغي وأرسلوا الزنكاني لماذا؟ ليأخذ لهم الأمان هلأ أولا أيضا ابناء علاقهم؟ يا تيمية ولما رأى الخليفة أن لابد من الخروج أراد أو لم يرد استأذن هولاكو بأن يحضر بين يديه فأذن له وخرج رابع صفر ومعه أولاده وأهله التفت جيدا؟ أقول ليس ابن العلقم هو الذي تآمر على الخليفة واقترع عليه الخروج إلى هولاكو بل الخليفة بنفسه طلب أن يحضر بين يدي هولاكو تعلم إبليس وشياطينه من ابن تيمية الكذب والتدليس شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زغرف القول غرورا تعلموا من ابن تيمية الأبالس تعلمت من ابن تيمية ودخل هولاكو بنفسه إلى بغداد ليشاهد دار الخليفة ودخل هولاكو بنفسه إلى بغداد ليشاهد دار الخليفة وتقدم بإحضار الخليفة فأحضروه ومثل بين يديه وقدم جواهر نفيسة ولا آلئ ودرر معبات في أطباق ففرق هولاكو جميعها على الأمراء وعند المساء خرج إلى منزله وأمر الخليفة أن يفرز جميع النساء التي باشرهن هو وبنوه ويعزلهن عن غيرهن ففعل فكن سبعمائة امرأة فأخرجهن ومعهن ثلاثمائة خادم خصي وبقي النهب يعمل إلى سبعة أيام ثم رفعوا السيف وبطلوا السبيه وفي رابع عشر صفر رحل هولاكو من بغداد في أول مرحلة لاحظ بعد أن رحل من بغداد في أول مرحلة قتل الخليفة المستعصم وابنه الأوسط مع ستة نفر من الخصيان بالليل وقتل ابنه الكبير ومعه جماعة من الخواص على باب قلواذ وفوضه أمارة بغداد إلى صاحب الديوان والوزير وابن درنوش أقول وما بعد الحق إلا الضلال ومنهج تدليسي تيمي بامتياز ترجمة نانسي قنقر